وقعت وزارة تربية والتعليم في إقليم الكردستان مذكرة تفاهم مع مؤسسة البرزان الخيرية بهدف فك الدوام الثلاثي والتخفيف من الزخم الحاصل في الصفوف الدراسية بالمدارس الحكومية في الإقليم وتتضمن المذكرة مشروع بناء 127 صفا دراسيا في المدارس الحكومية في الإقليم وقال وزير التربية الكردستاني ألن حمس عيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المؤسسة موسى أحمد في أربيل وقال أنه تمت الموافق على بناء أكثر من 294 صفا دراسيا من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان وتقريبا تم إنجاز العمل في معظمها وفي أربيل وصلت النسبة إلى أكثر من 98%